للمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد أشاوت في أستاذ الإدارة والاستثمار دكتور محمد صباح الخير وأهلا بك معنا إلى هذه التغطية الإخبارية طباح خير أخبرني بعد حضرتك مسألة مشاهديد أهلا بك أهلا بك يعني أبدأوا معك من أهمية مسألة التكامل الاقتصادي وإيجاد سياسات ابتكارية بديلة وهنا نتحدث عن بنك التنمية الجديد إلى أي مدى أصبح بنك التنمية الجديد ينظر إليه على أنه تعاون هام جدا بين دول الجنوب جنوب بنك التنمية الجديد اللي هو يمثل البريكس يعد أحد الأدوات الأساسية لتسهيل عملية تمويل المشروعات لدول البريكس وخص المناخ والبنية التحتية والمياه والإسكان وغيره حتى يمكن أن تنغب هذه الدول باعتبار أن هناك مشكلة في معظم الدول الناشئة باقتصادات الناشئة أو الدول النمية وصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي باعتباره موسل للمؤسسة الأمم المتحدة لكن كان هناك جهود وشروط ضخمة وصعبة في التقبيق لما يجي بنك التنمية النهاردة والبنك التنمية والتجارة اللي هو ناتج من البريكس ويعطي السهيلات الايتمانية ويعطي قروض ميسرة بلا شروط أو تعديلات في السياسة الاقتصادية للدول أعتقد أن يكون تفضل النقطة التانية النهاردة اللي هو هناك تكامل ما بين دول البريكس باعتبار أن الدول البريكس لها هدف محدد هو زيادة مهدلات النموة لإقتصاد العالمي وكل إقتصادات على حدة وفي نفس الوقت كمان الحد من الحيمنة والسيطرة للدول الأخرى المعض التالث أنه هو كمان أن معظم هذه الدول يعاني من الضغط الدولاري أو ضغط الدولار على السياسات المالية والسياسات النقدية بهذه الدول لكل ده اتفقت إغادة الدول المعنية بالبريكس بنص النهاردة على أنها إزاي تزيد التفاعل وإزاي تزيد من المعدلات إلى النمو في بلادها فكان أول حاجة أنه هو أن هذه الدول تسعى إلى أن تكون التجارة البينية ما بين هذه الدول من خلال العملة الوطنية والتبادل التجاري يتم من خلال العملة الوطنية النقطة الثانية أنه هو يكون هناك إرادة قوية ما بين إنشاء مشروعات متكاملة وتحالف قوي في بناء مشروعات وطنية في دول الأخرى في الدولة الثانية على أساس تساعد التنمية النقطة الثالثة اللي هو يكون أن هذه الدول استخدم أدواتها وتجسر عملها أخيرا هنا ثلاث مدايق البديل الآن عفوا ثلاث أهداف الهدف الأول تطوير سياسات التمويل في هذه الدول عشان تقدر تستوعب وتتعامل مع الكيان الكبير المنشأ باعتبار أن كل المؤشرات الإحصائية تؤكد أن هذا الكيان ولد كبيرا باعتباره يمثل أكتر من 45% من الطاقة وأكتر من 40% من النتيجة العالمية وأكتوها كذا من وقشات التمويل اللي هو معلنة النهارة فكان هذا الأمر يتطلب أيضا بالإضافة إلى التطوير ده يتطلب أيضا تطوير السياسات المالية والجمهورية والنقضية لكل دولة عشان تقدر تتعامل مع هذه الكيان الحاجة الثالثة أن يكون هذه الكيان قادر على صناعة الإزواجية أو تقليل ضغوط الهيمنة والأحادية القطعية كل جاء النهارة ده محتاج بقى أنه نهارة أصبحت في بريكس بلس في كبان دولة تنظم كل ده مطلوب إرادة دولية بقى إرادة من فضل الدول على أساس تفعيل هذه السياسات هذه السياسات تطاعت كيف؟ من خلال التبادر التجاري من خلال دعم البنية التحتية من خلال كمان التمويل في مجال المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد الأدوات الأساسية في تطوير العالم وتحقيق التنمية المستدامة هل يمكن أن يتوسع التكتل وينشئ ما يكون موازي إلى الأمم المتحدة؟ ما رأيك في هذه الفرضية دكتور محمد؟ الحقيقة طبعا هو النهاردة في نهاية الاجتماع حنجد أن هناك دول كثيرة تطلب لانضمهم فده مقشر على زيادة هذا الكيان أو هذا التكتل ليزداد عبر السنوات المطمئة النقطة التانية كمان أن في بعض من دول الناشئة ودول القصدات النمية عندها نفس المشاكل وهو الشح الدولاري وفي نفس الوقت تأخر الصناعة وكذلك أيضا أنها تتحمل نتائج التقدم في الدول السبع الكبار من خلال المناخ كل العوام التي تعتبر دوافع للدول لكن سيتوقف النجاح أو التشل على قدرة هذا التكتل على الاستمرار وخلط الكيانات أو مؤسسات تستطيع أن توازن وتحدث أو تنفذ القرارات الموجودة لكن هناك مشاكل موجودة في العالم الحالي أو الاقتصاد الحالي من خلال الأحضية القطبية مشاكل كبيرة جدا تؤثر على هذا العمل وبالتالي هذا الكيان كمان سيواجه بتحديات أول تحدي أن الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة السبع الكبار ربما يضعوا عصارات أو ضغوطا على بعض الدول المنتمية لهذا الأمل لأنه يمثل تحديد قوي وكبير لهذا الكيان الأكبر اللي هو موجود في دول السبع الكبار النقطة التانية لازم يكون هناك مؤسسة مركزية أو واحدة مركزية تنسك زي الاستثمار زي الاستثمار للتنفخ الأموال وتبقى في هذه الحالة تستطيع أن معنى ذلك أن هذا الحال التكاثر إلى الآن نجح في بناء السكرة ونجح في جذب دول كثيرة لكن يتطلب بناء حجم الاقتصاد الكبير لهذا الكيان عشان يقدر يحقق أهداف الدول النامية ويقدر يحقق النمو والتقدم في العالم ويقدر يحقق ويحفظ صادر العالمي على نوو بعد ما حصل من تضخم أو بعد ما عانى من تضخم وبعد ما عانى من المشاكل التي عانى منها العالم كليل السنوات الخمسة الماضية بجانب طرج الإرادة الأمريكية على كافة القرارات والسياسات الدولية بما أتى في عكس مصالح الدول النمية والاقتصادية النشاة ربما من أبرز الأولويات أيضا للتكاتل دكتور محمد هو التوجه نحو الرقمانة ومسألة الذكاء الاصطناعي والتوجه إلى اقتصاد منخفض الكربون وبكل تأكيد دعم يعني مشروعات التي تواجه التغير المناخي كيف يعزز التكاتل من هذه المسألة برأيك؟ هذه الدول بسرعة عامة في الصين والإند وروسيا هذه الدول وغلوب أفريقيا متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ولعالم متجه نعرض إلى الذكاء الاصطناعي من المنطقي والطبيعي جداً أن يكون هذا أحد الأهداف الأساسية للاستفاد لماذا؟ لأن هذا التكاتل تحديداً هو أكبر تكاتل من رأس المال البشر يعني هو هذا الدول بالكامل تعد من الدول كثيفة البشر وكثيفة البشر معناها أن هنا لازم يكون هناك استخدام في الذكاء الاصطناعي والتعامل مع المنظومة الدولية النقطة الثانية أن هذه الدول كمان متقدمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى لها أهداف عالم أهداف محددة على أساس التقدم في هذا الأمر وبالتالي يبدأ هنا التحالق ما بين هذه الدول والتكامل ما بين هذه الدول لإخراج هذه الأفكار حتى يمكن تطبيق الإقتض الرقمي والتحول الرقمي في كافة المؤسسات بما يساعد على قدرة زيادة قدرة المؤسسات على التحول في التجارة الخارجية والتبادل التجاري وكذلك تدفق الأمهال وكذلك الإستثمارات وأيضا الرقامة وهذا الأمر يتطلب كمان ضروري الحكمة أو ضروري تطبيق القوانين الدولية الخاصة بهذا التكتل حتى يمكن أن نجاح لها كل ده بيقول لنا أننا بعرض هذه الدول وضعت الأساس لكيان وتكتل اقتصادي تقول الدراسات أنه سيكون أكبر تكتل اقتصادي باعتبار أنه في المدولتين دائمتين العضوية في الأمم المتحدة أحدهم وهي الصيد ستكون أكبر اقتصاد في العالم والهند كذلك أكبر دولة نامية بها أكبر اقتصاد وكذلك الدولة المصرية وكل هذه الدول بها خاصات تشاء والتالي إذا تم التعاون والتكامل ما بين هذه الدول ونجحت الأفكار التي فرحت خلال هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة أعتقد أننا سنكون أمام عالم جديد له كلمة وله رؤية وعالم جديد يحقق التواجد الحقيقة دكتور محمد أن مصر كان لها جهود مكثفة ومضنية في إطار الشقين سواء الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية والمضي قدما في هذا الإطار وأيضا الهيدروجين الأخضر ومشروعات التاقة الجديدة أو ما يطلق عليها التاقة الآمنة أو التاقة الآمنة والبعد عن فكرة ومسألة التقليد في التاقة فهنا السؤال الأهم إلى أي درجة تعتبر مشاركة مصر شكلا من أشكال التوازن في هذه المسألة مصر تعتبرها لو لا حضرية ولولا قديمة في المنطقة وفي العالم دائما ما تساهم في بناء المؤسسات الدولية ذات الفائدة على العالم ولا يمكن أحقا بينكر أنها كان لها دور كبير في التفاق في إنشاء منظمة الجاد ولا يمكن يدرك أحد أنه أرحب الدول المؤسسة في المؤسسات الدولية وبالتالي كان لابد لها أن يقول لها تتبقى في الانضمام لهذا التجمع باعتبار أنها أولى قائمة ومحورية وكمية النقطة التانية أن مصر أيضا في ضوء الطاقة الجديدة والمتجددة والرقبانة أو التحاول الرقمي هي عاملة من ثلاث سنين عاملة مؤتمر اللي هو كبتوينت سيبن لكن هذا المؤتمر يعد من أنجح المؤتمرات التي تمت على مستوى العالم ثلاث ثمانية وعشر مرة اللي فاتت على أساس وضع قواعد أساسية لتنفيذ قرارات الملائمة الأمر الثالث كمان أنها لها باع طويل ومهارات كبيرة وقدرة كبيرة في الطاقة الجديدة ومتجددة وأنها تمتلك تقريبا من أكبر محطات الطاقة الجديدة في أسوان في هذا الأمر كل ده بيقول لنا أنه النهاردة العالم ينظر إلى مصر على أنها دولة محورية دولة كبيرة دولة ذات سيادة وتعمل لصالح العالم دولة تحافظ على السلام العالمي وتحفظ وتدعم الاقتصاد الدولي وتشاعد على بناء العدادة نعم إذن يعني مناقشات مثمرة دكتور محمد تابعناها على مختلف الأصعيدة السياسية الاقتصادية الأمنية الرقمنة التكنولوجيا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار